السلام عليكم سنة سعيدة عليكم سنة تفاؤل سنة نجاح نسأل الله عز وجل أن يجعلها خير وعطاها عليكم طبعا موضوعنا اليوم ما راح يكون عن النباتات موضوعنا لهذا اليوم راح يكون عن الكتاب خلنا نغير شوية نحاول أن نخلي هاي القناة تكون منوعة أفضل ما نتمسك بنمط واحد لكن هي الأساس للزراعة لكن كل بين فترة وفترة نحاول أن نطيكم في موضوع مميز حتى لا يكون ملل فموضوعنا لهذا اليوم حبيت أن شارككم بما أنه اليوماني سويت دامع على المكتبة مالتي فشوفكم المكتبة وفوائد الكتب طبعا الكاتب الإنجليزي سميث يقول تظل الكتب وإن لم تفتح أجمل ما يزين البيت فعلا هي تحف لكن تختلف عن التحف الصماء تحف ناطقة يعني الكتب تعتبر مثل الجنود بس جنود فكرية وكل ما زادت عدد الكتب عندك كل ما زاد عدد الجنود فهي ما تعرفون يعني إش قد تفيد أكو أشخاص يعتبرون أنه هي مجرد فد ترف فكري أو من هاي الأمور لكن ما تعرفون أنه إله فد فوائد كلش عظيمة الكتاب يكون فائد كلش قوية ولهذا شوفون بالسنوات الأخيرة قام يصير عندنا تردي وتراجع بسبب أنه قام يصيره مال وسبحان الله شوف هذا الكتاب هسا أكو حتى يعني أنا منتش أنت أروح للمتنبي أكو أشخاص يعني مو لا يحب يقرأ ولا يحب هاي الأمور لكن مجرد أن فات من جنب البسطات مع الكتب ينجبر يوقف يظل يباوع يتفرج ينجبر أن يقلب بالعناوين وهذا الشي حتى شفته هنا يعني مرات من يجون ضيوف هو لا يقرأ لا يحب القراءة لكن ينجبر أن يجي يشوف يعني يبحث بالكتب يقلب يباوع فهي يعني مثل أشبهها مثل النباتات يعني النباتات يجبرك النبات أن تتوقف يمه تباوع عليه إذا بيه فد وردك طبعا أنا الحمد لله والشكر عدي بالبيت ثلاث مكتبات هاي وحدة هاي الثانية وعدي وحدة مسويها مثل المخزن يعني عدي تقريبا بحدود الألف كتاب أي ألف ألف وشوية يعني بهال عدد هذا من ضمنهم موسوعات تقريبا عدي بحدود الخمسة وعشرين موسوعة مختلفة طبعا المكتبة مالتا أنا أخليها عبارة عن مثل البستان يعني ما مختص بنمط واحد عدي مثلا كتب عقائدية تفاصيل قرآن أكثر من تفسير تاريخ أحب التاريخ بشكل كل شبير أحب علم الاجتماع خصوصا أقرأ الدكتور علي الوردي الله يرحمه يعني تقريبا عدي المجامع الكاملة مع علي الوردي هذا الباحث العراقي الكبير عدي روايات طبعا روايات بحدود 160 أو أكثر من 160 رواية عدي شعر عدي فلسفة مجموعة كتب تنمية بشرية وهي طبعا أكد عليها يعني هاي تفيدكم حتى إذا أنت ما تعرف ما تحب تقرأ العفو أو كذا لكن اجني هاي الكتب لأن التنمية البشرية يعني تكون كلش ضرورية يعني تحفزك مرات وهسا همي أنا أسولي فيلكم شين هي معنى التنمية البشرية اللي ما يعرف هاي الأمور يعني التنمية البشرية هي تحث نوع من شلون التشجيع تشجعك للي ناس اللي عندهم خمول أو اللي كونون عندهم نوع من أنواع شلون مثل ما نقول كسل أو قلة التفائل فالتنمية البشرية دائما تحث وتخلي الإنسان يعني يصير لواهس بالشغل وبحياة العملية وحتى تطي تجارب يعني التجارب مع الأشخاص وشلون كانوا مغمورين أو كانوا يعني بحياتهم الاجتماعية أو العملية نوع من أنواع الفشل فخلتهم ينجحون ويصعدون للقمة فأنصحكم بهاي الكتب كتب التنمية البشرية قمة التاريخ فهذا يعني عشقي التاريخ يعني صراحة ما يعني فأتعدي وهس بالتاريخ بشكل مطبيعي عدي مجموعة موسوعات يعني مختصة بالتاريخ وعدي حتى يعني مو بس التاريخ الإسلامي أو هاي قدي حتى مال موسوعات مجموعة قصة الحضارة يعني الأشخاص يعرفون شنو قيمة هذا الكتاب والمؤلف يعني هذا مؤلف أوروبي بس فد ممتع بشكل مطبيع وطبعا عدي من ضمن المكتب ومالتي أكيد هاي أي شخص عدة مكتبة أو يكون جماع للكتب لازم مكتبتها تكون تحتوي على مجموعة كتب نادرة يعني بالقليل فد خمس كتب أو ستة تكون نادرة ثمينة أنا الحمد لله والشكر يعني عدي وطبعا هو شنو الكتاب اللي يكون نادر أو ثمين يعني تكون طبعاته قديمة ويكون قليل بالسوق يعني بسوق الكتب الحمد لله والشكر تقريبا عدي يعني الطبعات القديمة يعني ما حاسبهم صراحة بالدقة لكن يعني خير من الله يعني مجموعة كلش كبيرة عدي من الستينات السبعينات الخمسينات وعدي كتب لا يعني هاي أنا أعتبرهم تحف وحتى مميزهم ومخليهم على صفحة يعني أخاف عليهم عدي هسه هذا مال عبد الرحمن الناصر الطبعة مالته 1939 عدي هذا نور الأبصار للشبلنجي طبعا هذا الطبعة مالته بال48 1948 هذا أنا أعتبره مثل اللقطة يعني ما يتحصل كتاب طبعا بهالقدام وشوفوا الورق مالته يعني أحمر بهاي النظافة يعني أنا هاي بوكيتها تقريبا بال2008 لقيتها بمكتب بالمتنبي مختصة بهالكتب يعني القديمة ومحافظ عليها بهذا الشكل عدي هذا مقامات الحريري طبعا هذا كتاب علم يعني كتاب أدبي كلش ممتع حلو بشكل هذا الطبعة مالته أهم يعني كلش قديمة هذا الطبعة مالته بال1924 يعني طبعة شبه نادرة قليلة بشكل العفو 1929 يعني هذا قلت لكم هذا شوية طبعة تكون نادرة وقليد يعني هذا حتى يعني طبعا مالته يكون كلش قليب ورغم أنه عدي هذا أعتقد مال دول العرب أو حضارة العرب يعني شوية أي دول العرب وأعظم الإسلام طبعا مالته 33 ألف وتسعمية وثلاثة وثلاثين أدى هاي مال حضارة العرب في الأندلس هذا هم طبعا مالته كلش قديمة يعني أعتقد بالعشرينات أي ألف وتسعمية وثلاثة وعشرين وعدي هذا هذا أنا أعتبره الأيقونة يعني هذا فتكنز لا يقدر بثمن يعني هذا أنا خذته بالذكر 2011 يعني هذا صدق لقطة يعني مو من أقل لكم لقطة يعني صدق لقطة سي ممكن واحد مني يشوفه تعبان بشكل هو طبعا بس ما تعرفون شلون أنا ما احتفظ به هذا مال خزانة الأدب يعني جزء من أجزائه يعني حتى الورق مالته ما تنفتحه بسهولة هذا طبعا من الطريق الطبع مالته 1863 يعني كتاب لا يقدر بثمن هو طبعا مختص بالشعر الشعر العربي لكن قيمة مالته يعني مثل ما قلت لكم ما تتقدر بثمن يعني حتى هو شوي تعبان فهذا يعني فاخذته هو وشان ويا اكو اثنيا بس هذاك باللغة العثمانية يعني التركية القديمة لأن اللغة التركية بيها اثنيا بيها القديمة مع الدولة العثمانية وبيها الحديثة طبعا هذاني تأخذهن شخص يعني اختصاصه هو بس يتاجر بالكتب القديمة واعتقد يعني يعني عبرهم لول بيروت او السوريا يعني بذاك الوقت يعني ذكر هذش يعني اخذهم هو يتاجر بيهن الرجل هسه واحد يسألني يقول لي هذاني ما اقولك هنقاريهن لا ما تشذب عليكم يعني مو كلا هنقاريهن انا هاي بديت اجمع بيهن من الالفين واربعة لحد الان يعني استهو جمع الكتب العدد يعني مثل ما ذكرت لكم اكثر من الف كتاب يعني الف وشوية اللي قارئ بن يمهن لحد الان اربعمية وواحد كتاب اربعمية وواحد كتاب يعني هاي القاريهن يعني أنا كل ما اقرأ اسجل الكتب اللي اقراهن يعني معدلان يوميا اخصص لوقت مرات اذا عدي مثلا شغل كذا هاي الامور وخصوصا بالفترة الاخيرة شوية يعني مجال كلش قليل عدي فأحاول انه اقرأ كل يوم فات 25 صفحة الى 20 صفحة اما الايام اللي عدي مثلا مجال بها لا يعني اقرأ خمسين مرات ستين خصوصا بايام ما الحضر تجوال بسبب كورونا لا يعني خير من الله قرأت يعني الكتب مثل ما قلت لكم يعني افضل ما تضيع وقتك فتشي ثانوي تقدر تستفاد من يمها الكتاب يقوى الدماغ يقوى الذاكرة حتى الاشخاص اللي يعانون من قلة الذاكرة يعني يقوى الذاكرة بالختام نتمنى نكون جولة ممتعة استمتعتوا بيها وثيمان له ترجمة نانسي قنقر